أمل بانفراجة قريبة يتناسب طردياً مع توزيع لقاح كورونا. أوبيك بلاس تتنفس الصعداء أو تكادة بعد موجة ركود طويلة وخسائر كبيرة منيت بها اقتصادة الدول النفطية على امتداد عام 2020. توفر اللقاح يعني زيادة في إنتاج النفط وارتفاعاً في أسعاره التي هبطت إلى أدنى مستوياتها. والعراق الثاني أكبر المنتجين في أوبيك أكثر البلدان سعادة بهذا السيناريو الكوني. ويستعد لخوض الدورة الاقتصادية الثانية التي لن تعتمد على النفط واحدة. وزير النفط العراقية الذي أعلن قبل أيام أن ميزانية العراق عام 2021 ستفترض أن سعر الخام 42 دولاراً للبرميل. دعا إلى تعظيم إنتاج النفط الخفيف لتحقيق إيرادات مالية دعماً للخزينة. ولا أعظم من نفط البصر الخفيف الذي ما إن بدأ الحديث عن لقاحات كورونا حتى قفز برشاقة ليقترب من خمسين دولاراً للبرميل. خبراء في النفط منهم عادل صادق ذكروا اليو تيفي أن نفط البصر يقترب من حيث الخفة والجودة من نفط برينتا. وهناك إمكانية كبيرة لواصل القفز في ماراثون الأسواق العالمية. وقد يتخطى حجز 51 دولاراً في الربع الأول من العام المقبل. الوضع الحرج للصناعات النفطية بعد تفشي فيروس كورونا جعل العراق يفكر بجدية في البحث عن بدائل مؤازرة. والغاز بديل كوفأ لانتشال العراق من محنته. لذا وبحسب وزير النفط فإن العراق ماضم باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية للاستثمار وفق أساليب حديثة. ترجمة نانسي قنقر